نظمت وزارة الداخلية بتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية الحلقة السادسة من بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد على ملاعب وادي الفروسية للشرطة ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيمانا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة بعد النجاحات التي حققها وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية في استضافة بطولات الفروسية محليا ودوليا استضاف الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية الوادي الذي يتمتع بإطلال ساحرة على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفستاط شهدت ملاعبه ذات المقاييس الدولية منافسة كبيرة بين الفرسان في ظل الأجواء التنظيمية التي وفرتها لهم وزارة الداخلية كل الخدمات متوفرة والبطولة النهاردة رائعة والحقيقة كل ده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأجواء المناسبة لرياضة الفروسية نشكر طبعاً وزارة الداخلية على التنظيم وعلى الملاعب الممتازة وبنشكر طبعاً رئيس الجمهورية لاهتمامه بالرياضة الفروسية عامة ده من أحسن ملاعب الكلة الموجودة في مصر عشان كمان الإضاءة اللي فيه وكل التجهيزات اللي موجودة بتخلي الموضوع سيف قوي لكل اللعيبة وكمان نقدر نتفرج برحبنا على كل الألعاب الموجودة نشكر وزارة الداخلية رئيس بالفتاح السيسي على هذا العظمة عشان الله نادي كبير يقدر يستوعب بطولات عالمية وبطولات كبيرة يمتلك الوادي تجهيزات متطورة لإنجاح أي بطولة تقام على أرضه من فندق لإقامة اللاعبين وأسرهم واستبله بتجهيزات بيطارية لإراحة وإقامة الحيول وتوفير خدمات للجمهور واللاعبين أثناء البطولات فاضاً عن ما يتمتع به من غرفة تحكيم مصممة لرؤية جميع الملاعب نادي لما تجدد طبعاً بقى حلو جداً للبطولات المحلية والبطولات الدولية وتبقى مؤهل أنه يشيل بطولات دولية وتعملت فيه تصفيات كاس العالم وكانت على أعلى مستوى الأراضي فعلاً هنا موجه هزف شكل كويس والأراضي واسعة والإضاءة كويسة وزارة الداخلية قدرت تحقق حاجات إحنا قبل كده ما كناش بنشوفها ولا شفناها أنا بشكر وزارة الداخلية وطبعاً بشكر السيد الرئيس الجمهور السيد عفتاح السيسي على اهتمامه برياضة الفروسية أنا بشكر وزارة الداخلية المصرية صراحة على المكان الرائع والممتاز فإتهات ظاهر صراحة وهم مهتمين بالديتيل يستمر الوادي في نجاحاته في استضافة بطولات الفروسية منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره اسهماً منها في الارتقاء بهذه الرياضة